نروح نيه النادي الاهلي والساعات اللي فاتت الوكلاء اللي جابوا عرض الوكرة القطري وبعض العروض القطرية الأخرى لضم حمدي فتحي من النادي الاهلي بيحاولوا مع النادي الاهلي وبيسعوا انه هم يحسموا صفقة حمدي فتحي المعروض لشراء حمدي فتحي 5 مليون دولار 5 مليون دولار هاي الاهلي مبسوط بال5 مليون دولار؟ مرقم ضخم هو؟ لا الاهلي عايز 7 مليون دولار للاستغناء النهاية عن حمدي فتحي أو 2 مليون دولار ويخرج أعارة سنة في كل الأحوال في كل الأحوال مكسب للأهلي مكسب للأهلي الاهلي كي كي طلب عرض رسمي عشان بس ايه كل ده كلام وكلة الاهلي طلب عرض رسمي عشان يبقى فيه مناقشات في هذا الأمر هتقول لي يعني مكسب للأهلي هقولك الأهلي زبالك واسماعيلي وبراميدز أنا نفسي نتعامل مع هذه الأمور بكثير من المرونة يعني ايه؟ الأهلي بيسرف فلوس كتيرة جدا على فريق الكورة والأهلي ممكن يحصل له خلل في ميزانية فريق الكورة مش بكلم ميزانية نادي ميزانية فريق الكورة اللي هي مصاريفك واللي بتكسبه مع كل ميزانية طبيعي بالمناسبة من ساعة ما الأهلي بيبقى دايما بيبقى فيه خلل في الميزانية الزمالك بيبقى فيه خلل اسمعي كل الفرق في مصر بيبقى فيه خلل ليه؟ وتحديدا أنا أتكلم عن الأندية الجماهرية الأندية الجماهرية بتصرف كتير قوي وما بتبعش بسهولة نادرة يعني لما تبيع لاعب وتاخد فيه رقم كبير لا الأندية الكبيرة في العالم كله في العالم كله ركز معي في العالم كله والأندية الكبيرة بتبيع لعيبة مهمين عشان تاخد فلوس وتبدأ تطور من الفريق وتحسنه هالحمد فاتح لي مش واحد من أهم أهم معمية الأهل السياة دلوقتي بس لو جيه مثلا سبع مليون دولار لا بيع بيع وهات لعيبة كمان مميزة تاني هتقول لي لا يا عم أنا مال أنا وانا كجمهور باخد فلوس هقولك يعني هو جمهور ريال مدريد خد فلوس على كازميرو لما اتبع لمنشستر يونيتد مثلا يعني هقولك مثلا ان ستيلينج لما اتبع لتشيلسي جمهور مانشستر سيتي خدت فلوس لما جيهس اتبع لأرسل جمهور مانشستر سيتي خدت فلوس طب بلاش هال مانشستر سيتي لما بيع اللعيبة دي بطل ياخد بطلات هالريال مدريد لما بيع كازميرو وقبلها راموس وقبلها فران وسب كريستيانو بطل ياخد بطلات خد بطلات لأهل نفسه باع ايفونة بتمانية مليون دولار وباع رمضان الصبحي بستة مليون دولار وكايتلاقي بها مهمة هل الاهل نفسه بطل ياخد بطلات طب بس انا الحاجات دي دايما للإدارات بيبقى عندها قلق من الجميل يقولك ايه امانا لو سيبته اتباع الجميلة تيجي تقول انت بعت النجوم وفضيت الفريق من النجوم لا جالك رقم كويس ياليك بالنادي وياليك باللعب بيع قدم هتعرف تعود كمان وبرضه ما تروحش المدير الفاني تقوله ايه انا اخذ منك حمد فتح ايه بس معلش مش عارف اجيبلك بديل لا وانت عملت له مشكلة وعملت الفريق مشكلة بس لما تاخد سبع مليون دولار لا اعترف تجيب واحد واثنين وثلاثة واربعة وحكاية حلو مش